ننتقل إلى اتحاد المصارف العربية الذي حد أربع استراتيجيات يمكن أن تساعد على تعزيز الثقة بالنظام المالي خلال فترة أزمة الودائع في الدول العربية التي تواجه اضطرابات سياسية إلى التفاصيل حدد اتحاد المصارف العربية أربع استراتيجيات يمكن أن تساعد على تعزيز الثقة بالنظام المالي خلال فترة أزمة الودائع في الدول العربية التي تواجه اضطرابات سياسية وذكر الأمين العام للاتحاد تمثلت أولى الاستراتيجيات التي ستتم عبر إجراءات استثنائية ومتكاملة ومتناغمة من قبل البنوك المركزية والحكومات في الشفافية والاتصال مؤكدا أنه يجب على البنوك أن تكون شفافة حول أوضاعها المالية وأن تقدم تقارير دورية توضح استقرارها المالي وثاني الاستراتيجيات تعزيز رأس المال والسيولة حيثما أمكن وذلك لضمان قدرتها على الاستمرار وثالثا الحصول على دعم حكومي وضمانات حيث يجب على الحكومات تقديم ضمانات للودائع مثل التأمين على الودائع لضمان حماية أموال المودعين ورابع هذه الاستراتيجيات تتمثل في تدخل الحكومة والبنوك المركزية لتوفير الدعم المالي والاقتصادي حيثما أمكن للبنوك المتعثرة هذا وقد كشف الأمين العام عن حجم الموجودات في المصارف المركزية العربية في حدود الخمسة تريليونات دولار بنهاية الربع الأول من العام الحالي في الفين وأربعة وعشرين وتأتي هذه الأرقام فيما تقف بعض الدول العربية بين مفترقي طرق كلاهما مر بين أزمة سياسية وأخرى اقتصادية إثر أزمات البنوك والمصارف التي تعاني قلة الودائع وانخفاض قيمة العملات خصوصا دول منها السودان ولبنان وفلسطين